ازمة توقفت كل الحلول عندها بارادة سياسية رغم انفاق اكثر من ثمانين مليار دولار منذ الفين وثلاثة الى الان لم تستطع الحكومات المتعاقبة في ايجاد حلول ناجعة لمعضلة الكهرباء التي تشعل الشوارع وتلهب منازل العراقيين في كل صيف ثنائية الفساد وسوء التخطيط رافقت التيار الكهربائي في العراق اما نظيره في المشرق الجديد مصر والاردن فاستطاع بناء محطات غطت حاجة البلدين من الكهرباء ولم يتجاوز اجمالي لانفاق ستة عشر مليار دولار موضوع الكهرباء موضوع معقد ومكلف وبه ملفات فساد كبيرة العراق انتقلت ثغنوحة ثمانين مليار دولار قلال سبعة عشر سنة وكلها عقود فساد وشركات غير صينة بينما في مصر قام الشركة سيمانس ببناء ثلاث محطات غطت كل حاجة مصر اقتصادية واصبحت تصدر لدول الجواء في ثلاث سنوات وبكلفة ستعاش مليار دولار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كشف المستور وقال ان سنوات من الفساد والفوضى خلفت ازمة دائمة لا يمكن تجاوزها بحلول مؤقتة مؤكدا ان جهات حرامت العراق من الربط الكهربائي وعطلت الاتفاقات مع شركات عالمية كسيمينز الالمانية وجنرال الكترك الامريكية فيما تساءل عن السبب من وراء بناء محطات غازية دون ان يتوفر لها الغاز وعدنا مليارات هدر سنويا بالغاز المحترق منجحنا ان حول الغاز نستفاد من عنده تحدي اخر يضاف الى حزمة التحديات التي تواجهها حكومة الكاظمي بسبب التركة الثقيلة التي خلفتها الحكومات المتعاقبة منذ ثماني عشرة سنة وعلى الرغم من صرف اموال طائلة على الكهربائي في العراق الا ان المواطن لم يرى منها غير الظلام الدامس وحرارة الصيف اللاهب من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية